الخصة الاساسية هي انه كلما اشتد الحصارة على ابن سلمان كلما زاد التوغل الاسرائيلي في الخليج دكتور عمر دراج مبارح كان معنا هنا وقال جملة لفتت نظري حقيقة وهي جملة غاية في الدقة قال انه على طول حين ادرك السهاينة ان خط التطبيع عبر سلمان قد يكون مسدود على طول فتح الطرق البديلة عبر مين عبر عمان اللي استقبل استقبلت وزير سهيوني بالطبل والزمر وكأنه بتستقبل الصحابة والان واليوم يستقبل السهاينة عبر الراجل الضخم ده ربنا ديله الصحة راجل ده ربنا ديله صحة ويشغل دوله ولا دعمه هيستقبله ودول اخرى ربما لا نعرف ربما اللقطة اللي قالها الدكتور عمر انه تفتح تخطوط دديلة لتعزيز التعاون ما بين الخليجيين بقياة السعودية والصهاينة طبعا عندك الامارات فتحة الخط ده من زمان يعني ايه من وجهة نظر خلي بالك معك دي يعني ان هناك خلايا نائمة صهيونية في المنطقة الخارجية تتضمن مسؤولين رفيق المستوى على رأسهم سلطنة عمان وعلى رأسهم الامارات وعلى رأسهم امير اه مس يعني مش المسألة انت بتصور انها كانت مقتصرة على المشهد اللي بتشوفه دلوقتي وزيرة بتعيت ودي دي قاتل لا المسألة على رأسها الناس دي اللي انت هتشوفها دي وزيرة البتعيت وعنها نفسها وزيرة ومسؤولة هدي كانت مجندة كانت حقية في الجيش الاحتلال كانت بتلبس بدل عسكرية يا جماعة الراجل اللي جبها ابو غطرة وقال ده ما اعتقدش انه دخل الجيش ولا يعرف حاجة عن الجيش يعني شافوا فيديو هو الامير بتاعه لما تشوف استقبال قابوس ليه الراجل بتاع الصهاينة تشعر انه مش بس مش قال له مثلا اه انه مش بعت له وزير لا ده هو بنفسه استقبله وقابله قابلنا مش مش وزير رئيس وزر قدام ملك ما بيظهرش الملك السلطان قابوس ما بيظهرش اصلا يا جماعة ده مختافي ده ما بيحضرش القمة الخليجية بريد عشر سنين معنى كده ايه معنى احنا كنا قاعدين في العالم العربي متصورين اللي بيطبع بس هو عفتاح السيسي الخمس سنين اللي فات دول حدثت موجة تطبيع هائلة واصبح الكلام عن اه ابو ظابي انها بتطبع ده كلام فارغ والكلام على انه البحرين ده كلام فارغ الكلام الكبير التقيل طالع من مسقط ويمضي الان نحن امام خلايا صهيونية تعتقد بالتعتنق بعضها يعتنق اليهودية كدين ما ليش دعوا بيه وتعتقد حق السهينة في قيادة المنطقة ليس مجرد وزراء ولا لعبي كورو القدم ولا تركي الفصل ولا الناس دي ولا اسمه الانور عشقي وبشقي ابدا ابدا ده كلام كبير ولا استبعده ان من بين هؤلاء محمد بن سلمان نفسه